نقل معالي وزير الخارجية خالص تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حفظه الله وتمنياتهم لجلالته بمفور الصحة والعافية وللمملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية وأصحاب السمو والمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ووزير الدولة لشؤون الخارجية بمملكة العربية السعودية المشاركين في اللقاء التشاوري الذي سيعقد غدا بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية وقد أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن خالص تحياته وتقديره لجلالة الملك المفدة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنيا للقاء التشاوري كل نجاح والخروج بما يسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك من جنبه عرب معالي وزير الخارجية عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة للسلام والأمن في المنطقة واستضافتها لهذا اللقاء التشاوري في إطار جهودها لتوثيق العمل العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية والإسلامية منوها بأهمية تكتيف التنسيق المستمر بين الدول العربية المسؤولة بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة وكان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة قد وصل إلى مدينة عمان اليوم حيث كان في مقدمة مستقبلي معالي السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية وسعادة السفير أحمد يوسف الروعي سفير مملكة البحرين في عمان ترجمة نانسي قنقر